فيه العاب اف بي اس مشهورة كتير زي مسلا كول اف ديودي او باتلفيلد ولكن هنا اللعبة مش اوبن وورلد يعني انت بتلعب في المكان اللي هو فيه المهمة بس ما بيبقاش عندك اماكن مفتوحة تقدر تقشها او تقدر تروحها زي ما انت عايز اما سلسلة فار كراي فهي بتجمع ما بين الاف بي اس وما بين الستوري والاوبن وورلد في لعبة واحدة وهنا هتكلم عن الجزء الخامس اللي هو فار كراي في الغالب انا بحب ابدأ بالجنب ليه قبل الستوري ولكن انا هنا قررت ابدأ بالستوري الاول عشان مش هارف لي الصراحة بس هي زبطت كده معي احسن يعني المهم ان اللعبة بتحكي عن شخص اسمه جوزيف سيد او بين قوسين كده زفادر ودي شخصية بيادعي ان هو النبي اللي نزل في العصر الجديد وان الرب بيكلمه وانه معه رسائل واثبتات ان العالم عرب ينتهي وان الناس لازم تأمن بيه وان هو عايز الناس تؤمن باليدنس جيت او ان هم يعني بيخشوا زي الجنة او كده ولكن بمفهومه هو وحتى عامل كتاب اسمه The Book of Revelation وده زي الكتاب كده مقدس من وجهة نظره طبعا وهو شخص مجنون طبعا وبيستخدم العنف ان الناس تؤمن بيه بالعافية وعلشان يقدر يحقق اللي هو بيقول عليه ده معايا ثلاث اخوات بيساعدوه اول اخ هو جاكوب سيد وتاني واحد هو جون سيد وتالت واحدة هي فيس سيد كل واحد من الثلاث اخوات دول لازم تقضي عليهم عشان خاطر تقدر توصل لجوزيف وكل واحد فيهم ليه طريقة معينة في ان هو يهاجمك يعني مثلا جايكوب ده بيستخدم زي نوع من التنويم المغناطيسي بيحس ان هو يخليك نايم وبيخليك تعمل اعمال تخريبية وانت مش دريان بنفسك اما شخصية جون سيد فده شخصية عنيفة اصلا بيستخدم من البلطاجة يعني والعصابات ان هم كل شوية بيخطفوا وكده كنوع من اللي هو العصابات العادية غير ان جون سيد من ضمن الشخصيات اللي بتزداري الاديان بتلميحات وكده ولكن مش من الصح يعني ان انا اسكل التلميحات دي وشخصية فاست دي بتاع يعني زي بالجسد كده كانها ملاك وبتاعة بتكلمه باسلوب حلو بتاع وبتستخدم حاجة اسمها البلس هو زي سائل كده او يعني بخار كده او نوع معين من النباتات معالج ان اللي يتصاب بالنبات ده هيقدر ينفز اللي هي عايزها وانت طبعا مهمتك انك تخلص من كل دول وتنهي العقيدة بتاعته والكتاب المزيف بتاعه لان هو بيستخدم العنف واساليب مش كويسة عشان يسيطر على عقول الناس طيب بطلة قصة بقى اللي هو المفروض يتصدل كل ده شخصية مجهولة يعني الشخصية انت اللي بتقدر تعدلها في مجرد ما بتبدأ في اللعبة بيقولك انت عايز تختار شخصية ميل او في ميل وبعدين تقدر تعدل في الشكل والسطيل واللبس وكده كمان متوفر شوية اضافات في اللبس زي مثلا اللبس بتاع شخصية بايك اللي هو في اساس ان سكريت اورجينز وهي عندك الماسك بتاع شخصية رينش اللي في لعبة واتش دوكز والصراحة انا شايف موضوع من البطل يبقى مجهول او ملهوش اسمه معين دي حاجة مش كويسة يعني ليه ما يبقاش البطل واضح وليه اسم معين كده زي فار كراي سيدي وفار كراي فور ولكن يتيح لك انك تغير الشكل هو طبعا انت اصلا بتلعب فانت الشكل مش تبقى شايف غير الجوانتي ولكن انت في عندك فوتو مود بتقدر تشوف الشكل الشخصية بتاعتك وانت بتضرب او انت بتلعب يعني عموما والاغرب من كده ان المفروض ان ده البطل اللي انقص كل الناس اللي معاه وانقص كل الفريق بتاعه واخد رتبة ان هو روك او مبتدق يعني بيندهوب نقوله يا روك ان هو شخص روكي مبتدق فوصف البطل هنا مش عاجبني الصراحة نبدأ بقى في الجنب ليه؟ انت عندك اربع اماكن للاسلحة انت بتبدأ بمكان او اتنين تقريبا وبعدين بتفتح الباقي بالسكيلز وعندك انواع كتير من الاسلحة غير ان في كمان اسلحة ليزر نزلت واسلحة قوية جدا والرنج بتاعها عالي لدرجة انه ممكن يوقع طيارات ودي اسلحة نزلة تبع DLC او اضافة نزلة اللعبة اللي هي Lost on Mars يعني ان انت عندك شخصيات تقدر تستدعيهم في اي وقت ان هما يجوا يساعدوك في منطقة معينة وكل شخص فيهم معه سلاح محدد يعني هتلاقي فيه شخص معه هليكوبتر شخص معه RPG شخص معه سنايبر سهام كده يعني مش بس كده كمان فيه حيوانات ممكن تساعدك زي الدب وفيه زي طايجر كده كل واحد فيهم بيساعد بطريقة معينة وبشكل معين الناس دي عشان تفتحها كلهم مخطفين في 3 جزر اللي مسكها اخوات جوزيف فانت لازم تحرر الشخصيات دي او تعمل المهمات بتاعتهم عشان تقدر ينضموا ليك غير ان انت عندك option ان انت ليك 3 جنود ممكن تضيفهم عندك زيادة عن الشخصيات اللي انت عايز تضيفها في المساعدة ويبقى عندك اتنين سلوت يعني تقدر تستخدم شخصيتين بس في نفس الوقت في صيد الحيوانات ساعات انت فيه حيوانات معينة بتيجي تصدها فتبقى مثلا عشان تعمل حاجة توسع المحفظة بتاعتك فبتاخد جلد نمر مثلا او جلد فمك ارش او مش عارف ايه ففارك راي سي ري وفارك راي فور وكده ولكن هنا الموضوع مختلف شوية انت هنا عشان تاخد جلود الحيوانات دي انت بتبعها عشان تزود لك الفلوس مش عشان تزود بيها مثلا عدد الاسلحة اللي تشيلها او عدد الطلقات او كده هو الموضوع ليه ميزة وليه عيد الميزة ان انت مش هتقعط دور على حيوانات كتير يعني انت اصلا ممكن تبقى بتدور على الحيوان مش هتلاقيه ويوما ما تلاقيه تلاقيه وانت رايح في مهمة وكده فالموضوع بيبقى اسهل ان انت ما تقودش تضوخ كتير عشان تلاقي حيوان معين ويفتح لك او جريد معينة ولكن عيبها اللي هو مش هيديك متعة الاستكشاف وان تهتم بان بتستطيع حيوانات كتير وبتاع فهي مسألة معقدة شوية يعني بس هيك من ناحية السكيلز سهلتها لك اكتر اما بالنسبة للنباتات فالنباتات ما تغيرش وضعها ان انت عندك فيه نباتات معينة بتستخدمها بتعمل بها تركيبة ان هي حاجة تصراعك او حاجة تزود لك الدامج او كده انا بستخدماش كتير الصراحة يعني اما بستخدماش اصلا نيجي بقى للخريطة بتاعت اللعبة الخريطة هنا متقسمة خمس اجزاء فيه جزء الجزيرة اللي انت اصلا كنت مرمي فيها او هتبدأ فيها يعني وبعد كده فيه جزيرة صغيرة ولكن متحصنة جامد ودي الجزيرة بتاع جوزيف بعد كده فيه تلات جزر كبار جدا دول بقى اللي متقسم عليهم اخوات جوزيف كلهم جايكوب وجون وفايس الخريطة كمان شكلها بيتغير على حسب حالة الجو اللي انت فيها يعني مثلا لو انت في الصبح بتلاقي الخريطة بنورة كأنها الصبح بالليل بتلاقي الخريطة ضل نور ويعني لازم تعمل زوم اكتر عشان تشوف المكان اللي انت فيه بالنسبة للجرافيكس اللعبة انا شايف الجرافيكس هنا عالية في حاجات معينة زي الاشخاص وزي العربيات الحيوانات مثلا او انت جوه بيت او جوه حاجة يعني اما بالنسبة للطبيعة يعني مثلا الشجر او الصخور او الجبال او كده انا مش شايف ان هي فيها تطور كبير في الجرافيكس او فيها details كبيرة حتى وانا عامل setting على اعلى setting ولكن برضو مش شايف ان فيها تطور كبير ولكن بالنسبة للبقى الحاجات التانية الجرافيكس فيها كويس والصراحة وعالي بالنسبة بها الوسائل المواصلات بتاعتك عندك هنا كمية عربيات كتيرة وكمية انواع من العربيات والعربيات هنا اجدت بقى شوية من far crycery و far cry full ما كانش فيهم عربيات كتير الصراحة او عربيات شكلها جديد او نظيف شوية لكن هنا فيه انواع كتير وفيه هنا مثلا هتلاقي عربيات فيها مدافع وشاحنات كمان فيها مدافع وكمان عندك مراكب حربية ومراكب عادية وفيه طبعا هليكوبترز وفيها الاسلحة ازا الرشاش مثلا وصواريخ وكده وكمان فيه طيارة كده من اللي هي بتنزل في البحر طيارة اللي هي مروحة امامية بتاعتها كمان الوسائل دي لو انت مثلا معاك ناس من الشخصيات اللي هي بتساعدك ممكن تديهم order ان هم يسؤولك العربية ويسؤولك الطيارة وانت تفضل موجود بحيز انك تدافع عنها او تبقى قاعد كده وخلاص يعني عادي فاجماني تجربة اللعبة بقى كده على بعض انا شايف اللعبة الصراحة ممتعة معايا ومحسيتش ان فيه خانقة او اي حاجة يعني مش كويسة في اللعبة او حاجة تملك من اللعبة لا اللعبة الصراحة كويسة وممتعة سريعا كده بقى مميزاتها وعيبها مميزاتها ان القصة كويسة عندك الجرافيك بتاعها عالي عندك تنوع في العربيات تنوع في الاسلحة وعندك شخصيات بيقدر تساعدك وكل شخصية بيبقى ليه سلح معين اما من ضمن العيوب بتاعت اللعبة ان هو الشخصية اللي البطل المفروض ان هو شخص مفروض قوي وشخص بسعادهم ولكن بيندهون ان هو روك او مبتدئ هو الموضوع ده موجود في لعب زي لعبة سانت سرو مسلا من انت بتختار الشخصية او كل حاجة ولكن الشخصية دي هي الكبير بتعم او الباص يعني هو ما اللي بيقولوا عليه كده مش ان هو شخصية روك او مبتدئ لان الوصف غريب الصراحة كمان من عيوبها ان الجلود بتحتاج الحيوانات اللي انت بتجمعها بتجمعها عشان تباعها وتاخد فلوس مش عشان تستخدمها في انك تعلي بتاعتك او تعمل بتاعتك 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 عادي بالبوينتس اللي انت بتاخدها سواء مثلا من التريجر مابس او الاماكن اللي فيها كنز كده في الخريطة والسايد اكتيفتيز وكده دي ممكن تكون ميزة وعيب ولكن انا شايفها عيب لان هي ضيعت مطعت انك تستطيع حيوانات وكده ومن ضمن العيوب كمان اللي هي نهايات اللعبة او نهايات قصة اللعبة لان فاركراي عموما ان نهايات اللعب بتاعتها غريبة يعني مثلا فاركراي سيدي انت المفروض ان انت انقصت صحابك ومقضي اللعبة كلها بحث عنهم وتعب وانت اصلا مفروض وقعت في حتة فيها مر قبل كده وقمت عادي مش نتعرفش ازاي وفي الاخر لما تنقص صحابك كلهم يديك اختيار هل تقودهم وتروحوا من الجزيرة اللي انت وقعتوا فيها دي ولا تنضم للناس اللي هما كما عايشين في الجزيرة فنهايات غريبة الصراحة انت وبس كده ديكت كل حاجة عن فاركراي فايف قلولي رأيكم تحت في الكومنتات وما تنساش تعمل لايك للفيديو سابسكراب بالقناة واتتابعني على الحسابات اللي مختلفة تحت في الديسكريبشن صحيح